بس الفكرة طب إحنا سيمتلي كده أو ببساطة زي نحمي نفسنا في حياتنا اليومية مثلا زي مثلا حاجة ما إحنا بروح استوديوهيد بنروح ميتنج سوشيل ميديا نعمل إيه هاي دي لحظة نطلع لملايين الناس أنا بتكلم لو إحنا حتة زحمة حتة زحمة إيه أو إحنا مثلا رحي ميتنج أفوق حد قاد جميع ممكن حد كده ما يتكلمش معي ويصدر لي الطاقة نحنا ممكن في جروبات آه طبعا لو إنتي قعدة جمي مثلا كده فرق ما بيني وما بينك وإنتي بتكلميني مثلا إزاي كاملة إيه ممكن تصدر لي الطاقة بس نعمل إيه بقى في الحالة دي ففي الحالة دي عندنا ثلاث طرق بنحمي بيهم نفسنا أول حاجة بتبقى الـ eye contact أو نظرة العين إحنا عشان نبتدي نجمع البناء دم الطبيعي عشان يبتدي نجمع طاقة أو أن انت تبتدي تتركيزي من البناء دم من عينيه بتاخد ثلاث سواين فأنا ما عملش eye contact كتير بالضبط دايما تقطع eye contact بعد الثلاث سواين يعني أي أول ما يتكلم حاليا شفت غض البصر بقى شفتوا موضوع غض البصر والله كل حاجة ليها حاجة بالضبط غض البصر كل حاجة ليها حاجة لأن فيه طبعا يعني حتى أي بداية حب أي حاجة بتكون من العينين يعني لو حب أنا ماتجة حقت الحب ماشي واحد بحبك يسبل لي بحاجة بري لو لم أتجه أنا متجهة عمومي أتكلم عن الإشعاع اللي طلع من العين يعني بعد الثلاث سواني بتبتدي تلقص فدايما لو حسيتني مبني آدم اللي قدام التناجة لا حسيت محسيتش أنا طول للمرأة اه بعمل رفسي ماشي عندك ثلاث سواني الثاني حاجة برضو أتجنب بيها الطاقة السلبية الثاني حاجة ايدينا ورجلينا دايما نبقى قفلين ايدينا مربعين ايدينا وحطين رجل على رجل كده بتقفلي الهوت شكرا بتقفلي الهوت شكرا يعني فعلا مفضلش قادة غير كده مع أن القاعدة دي لما بشوف حد عيدة حسي ان هو متحفز ليا لا خالص انت بتحمي نفسك من اللي حواليك بس انت عادة دي لما بصي معتك كده حسي ان انت متحفزان خالص عايتي بسي تحمي نفسك اه بالضبط يعني سبين ان انت متحفزة ولا تاخذي طاقص تاخذي طاقص البيان بلاقي ناس برضو لابسين بقى حاجات واحجار اوه طبعا ايه واحجار يعني خلينا نتكلم عليها اوه لابسة ايه نار ده بشو لابسة اسويرة اه طبعا بتعمل ايه با اه احنا خليوني بس نتكلم الاخر الخطوات ان احنا اعجي نحمي نفسنا من طاقص البيان Due to FR وزي نحمي بيوتنا برضو البيوت وارد ان انت بيجيلك ناس وارد بيوت او مكان شغلا او وارد ان انت برضو الناس تنقلك فيها طاقة صلبية او طاقة وتو بطبقacio محن كده عرفنا الناس احنا ازاي نحمي نفس البيان بالنسبه بقى الطاقة البيوت المكان العمل برضو مكان الشغله بالضبط أي مكان انتي فيه لو حسنا انتي اللي حواليكي طاقة سلبية عندنا حاجة هيلة ومعروفة من زمان الملح الملح أي ملح ولا ملح معين بصي بنفضل ملح الهيملايا أو الهيملاين سولد بس طبعا احنا عندنا بلدنا فيها يعني حتة زي فيوة دي هي أصلا الملح الحاجة اللي هو يلا الملح الملح الخشن الخشن بالضبط عشان بس نساهل على النيس بتحط بقى في الأركان ولا بتحط زي بصي عملا منه أشكال والنوم هقطيك بس بيقولوا ان الملح ده انتي كده يعني سولي يعني حاجات كتير عفريت بتجيب عفريت بتجيبي ولا حتماشي عفريت لا بتجيبي لا بتماشي بتماشي يا حاجة يعني أنا عايزة أقولك ان حتى الطاقة دلوقتي بقت دخلة في فك الأسحار وبقت دخلة في القصص دي فعني انتي ممكن تميلي كل حاجة بالطاقة فالفكرة بقى كلها ان احنا مثلا أباجرات الملح دي عندنا بلد زي سيوة بيعملوها رهيبة في الطاقة سلبية من البيوت والشغل برضو يعني كل حد صاحب ما كان عمل يجيب اللي برضو الأباجرات اهي في أباجرات ملح وبيتحط فيها كاندلز كمان أنا جبت على فكرة أباجرات الملح دي جوكوزي قالي حاس انك بتحضر أرواح لا رواح حاجة يا دلوقتي خالص خالص هي بتمتص الطاقة السلبية يعني حاجة مثلا زي الشمع بتعلي الطاقة الإيجابية أو بتعلي الطاقة الموجودة يعني لو طاقة إيجابية بتعلي الطاقة الإيجابية عندنا بخور اسمها المرمرية المرمرية أو السيج ده من الحاجات اللي بتطهر أي حاجة يعني مرمرية بخور اسمه مرمرية ملح خشن خشن والأباجرات بتعليه والأباجرات الملح والسلط البقرة والرقية الشرعية بالضبط طبعا لو احنا بتتكلم عن ياردين الإسلامي بضبط الصلاوات ودايما يبقوا مشغلين صلاة في البيتة على طول والترانين طبو الأحجار إيه بقى؟ الأحجار بقى علم تاني خالص بس هو برضو من الحاجات الربانية اللي فيها طاقة ومرتبطة معينة بكل حاجة يعني مثلاً هايدي البخن بيقولي الطاقة خلصة والحلق أنا عملنا سمعيه ومكملة أنا سمعيه وقولي سمعيه 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 طاقة خلصة والحلق من الأحجار كل حجر طبعاً مخصص لحاجة معينة يعني لو احنا عايزين نقوي البناء ونقوي الحب معنا في مثلاً حجر زي روز كورتز ده من الأحجار وحجر الملكايت من الأحجار الهيلة للقلب هايدي